بمجاب الخطة ستصبح منطقة تجارة الحرة التجربية في شنجيان نموذجاً لتعزيز تنمية عالية الجودة للمناطق الوسطى والغربية وستصبح أيضاً رأس جسل يساعد على إنشاء ممر دهبي بين أسيا وأوروبا وعلى انفتاح الصين نحو الاتجاه الغربي تطرح الخطة تدبيراً محددة في 25 جانباً مثل خلق بيئة أعمال مواتية وتحسين مستوى تيسير التجارة وتوسيع وتعزيز الصناعات التقليدية ذات المزايا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة من أجل بناء منطقة تجارة حرة عالية المستوى وعالية الجودة مع بيئة أعمال جيدة واستثمار وتجارة مريحة وتجميع الصناعات المميزة وتقاسم العوامل والموارد والتنسيق الإداري الفعال والإشعاع المتميز ودور القيادة ووفقاً للمؤتمر الصحفي تمنح الخطة شينجان سلطات أكبر في الإسلاح والابتكار وستبرز شينجان مزاياها مثل طاقة والمعادن والموارد الزلاعية وكذلك بعض الصناعات المميزة وستراكز على ثماني مجموعة صناعية وتلعب دور مناسة اختبار الشاملة للإسلاح والانفتاح